اسمو الأميرة حبيت تتجاربين في آخر ليلة تازل ختمه ما شاء الله عرفت الأميرة هند بنت عبد الرحمن أهل سعود بمواقفها الجدلية وإطلالاتها المثيرة ورغبتها الجامحة في صناعة الحدث مهما كانت التضحيات في الوقت الذي تحسب فيه كل خطوة عليها باعتبارها أميرة من الأسرة المالكة في السعودية فما هي قصتها؟ عشت الأميرة هند بنت عبد الرحمن أهل سعود داحية من الرغد والترف لم تشغل بالها فيها بالمسؤولية التي يحملها كل فرد من العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية على عاطقه كما لما تعرى الانتباه للتحذيرات المتتالية المتتابعة التي توجه إليها حتى تهدأ في إطلالاتها ومشاركتها للجمهور العامة وظهرت الأميرة السعودية في مقطع فيديو مصور على حسابها الشخصي عبر موقع تواصل الاجتماعي توتر وهي تجرب فستان زفاف العروس التابعة لمنطقة جازانة لمجرد التجربة وتجهزت الأميرة هند السعود بكل تفاصيل العروس الجيزانية وأطلت على جمهورها لتشاركهم اللحظة حيث ارتدت الأميرة هند السعود فستان الزفاف والطرحة الخاصة به والتي يتم لفها بطريقة استثنائية على عكس فستين الزفاف في باقي مناطق المملكة كما تحلت بالمجوهرات والمكياجة الكاملة ولفتت إلى أن تجهيزها لم يستقلق أكثر من ساعة كما أنها طلبت ممن قامت بتجهيزها بتخفيف طلتها على قدر ما تستطيع وعلى العكس تماما من النظر السائد لمثل هذه الأفعال من بعض الجماهير يشجع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النشاطات الاستثنائية التي يقوم بها العديد من أمراء وأميرات الأسرة الحاكمة وهو ما يمثل دعم قوي من ولي العهد والملك المستقبلية في بلاد الحرمين الشريفين لنشاط إخوانه وأدناء عمومته من الأمراء والأميرات بما يدعم استقرار المملكة وهو ما أشارت إليها الأميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود والتي تبلغ من العمر 43 عاماً حيث أكدت أن ظهورها بالغضية أو فستان الزفاف التراثية في منطقة جازان لدعم قطع السياحة في المملكة حيث تستهدف الأميرة زيارة المناطق التراثية في المملكة والتعريف بها وبتراثها التاريخية لفتح الباب أمام السياح كما أعربت الأميرة عن سعادتها البالغة في زيارة جازان وارتداء زي العرس التراثية في الليلات الأخيرة لها في جازان مؤكدة أنها لن تكون زيارة الأخيرة للمناطق التراثية في المملكة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل توجيه أنظار زوار المملكة نحو هذه الأماكن للتعرف على تاريخها وأثارت الأميرة هند السعود ردود أفعال على نطاق واسع في أوساط المجتمع السعودية بين مؤيد ومعارض لطلتها المثيرة لجدل حيث تعيش نمط حياة استثنائية عبر مواقع تواصل الاجتماعية خاصة التك توك وسناب شات وتشارك جمهورها عبر حساباتها الشخصية كافة تفاصيل حياتها الخاصة وهو ما جعل من ظهور الأميرة الحسناء مألوفا في أوساط المجتمع المحافظ بإطلالاتها المثيرة للجدل وأفعالها الصادمة ومشاركتها نمط حياتها الغريب مع الجمهور حيث برز اسم الأميرة هند بنت عبد الرحمن السعود في العديد من المناسبات داخليا وخارجيا خاصة مع الدعم الكبير الذي تناله من القيادة السعودية فما رأيكم في تصرف الأميرة السعودية بارتداء زيا زفافة الجزانية ترجمة نانسي قنقر